بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإنني أود في بداية هذه المحاضرة أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الأستاذ بطور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الاهتمام العلمي بالأئمة والدعاء وبخاصة ما يتعلق بالتجديد الفقهي الذي يعتبر عنصرا أساسيا لفهم الدين الإسلامي وتطبيقه على الواقع المعاصر بطريقة تظهر يسر الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان وبعده عن العنف والتطرف والتشدد والقسوة التي لا تتفق مع دين الله والتي لم ينزل من أجلها التشريع وأشكره شكرا جزيلا على هذه الجهود العلمية الطيبة وأدعو الله عز وجل أن يمده بمدد من عنده وأن يزيده توفيقا وعطاءا حتى يظل الارتقاء بالدعوة الإسلامية مستمرا والاهتمام بالدعاة قائما وموصولا والمحاضرة التي نتحدث فيها اليوم تتعلق بالقواعد الفقهية والقواعد الفقهية علم من العلوم المتصلة بعلم الفقه أو هي علم مشترك بين علم أصول الفقه وبين الفقه الإسلامي والقواعد الفقهية تعتبر أساس لضبط الأحكام الشرعية وجمعها في إطار واحد أو في أصل واحد بحيث يستطيع من يتحدث عن الفرع الفقهي إذا أراد أن يتأكد أنه صحيح أن يعيده إلى أصله فهي المرشد وهي الدليل الذي يساعد الفقه عندما تعن له مسألة من المسائل أو نازلة من النوازل أن يقيس ما يكتهده أو ما يفهمه من أدلة التشريع الإسلامي في الكتاب والسنة أن يقيسه على هذا الأصل الذي تلتف حوله كل الفروع الفقهية وهو القاعدة الفقهية ولذلك كان علم القواعد الفقهية من العلوم المهمة وإن كان هذا العلم مشتركا بين علم الفقه وعلم الأصول الفقه كما قلت إلا أنه يبقى علما مستقلا بذاته وتبقى القواعد الفقهية منارات تضيء الطريق أمام الفقهاء وأمام المفتين وأمام الباحثين حتى يستطيعوا أن يسوبوا أحكامهم ويعرفوا كيف يتجهون إلى المصار الذي يريدون فيه كيف يستطيعون أن يصلوا إلى حكم شرعي صحيح في المسألة أو في الواقعة أو في الوتوة التي يفتون فيها والواقعة الفقهية أو الحكم الفقهي كما قلت يعتبر فرع من الفروع التي تندرج مع فروع فقهية كثيرة تحت قاعدة فقهية واحدة كما سيتضح الأمر من خلال هذه المحاضرة ولهذا يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية بأنها الأصل الذي يجمع مجموعة من الفروع الفقهية المتشابهة في استنبافها من الأدلة والغايات التي ترمي إليها هذه القاعدة أو يرمي إليها هذا الحكم فالقاعدة بتأخذ من جملة الفروع الفقهية التي تقال في الموضوع ثم يوضع لهذه الفروع عنوان أو قاعدة تجمع هذه الفروع الفقهية وعلم القواعد الفقهية علمه القديم نشأ مع نشهة المذاهب الفقهية حتى إن بعض الفقهاء قد اختلفوا فيما بينهم في الاستنباط هذه القواعد أو في إيجاد هذه القواعد الفقهية منذ بداية التدوين الفقهي فروية أن مذهب الحنفية في هذا الأمر أنهم كانوا يبحثون عن الفروع الفقهية وبعد أن يجدوا جملة من الفروع الفقهية يضع لها عنوانا أو قاعدة تضبط هذه الفروع أو هذه القواعد وقد تكون القاعدة مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من آية قرآنية أو من حكم فقهي يبتكره الفقهية فمثلا قاعدة لا ضرر ولا درار هي أصلا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن ورغم أن الفقهاء قد تكلموا في سنده وروايته إلا أنه صحيح تماما من حيث المعنى والمضمو وقدروي من طرق يقوي بعضها بعضا هذا الحديث يقول إنه لا ضرر أي لا يجوز أن يكون هناك ضرر والنفي هنا بمعنى النهي أي لا تفعل الضرر يعني يخاطب الفرد أن لا يفعل الضرر بغيره ويخاطب المجموع أن لا يضر بعضهم بعضا أو أن لا يرد المضرور على غيره بالضرر فلا يجوز أن يكون الرد على الإساءة بمثلها إلا منظري كما قال الله عز من قائل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا منظري ولكن الحديث الشريف لا ضرر ولا درار بينفي الضرر على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمال ماذا بالحنفية في تأصيل هذا الحديث أو في تأصيل القاعدة المستنبطة من هذا الحديث وهي قاعدة لا ضرر ولا درار نظروا في الفروع الفقهية فوجدوا أن الشريعة الإسلامية تحرم الضرر في كل موطン وفي كل مجال فالضرر بين الجار وجاره ممنوع والضرر والضرر بين الناس بعضهم مع بعض ممنوع والضرر بين الدول بعضها مع بعض ممنوع لم ممنوع بالأدلة الشرعية التي تدل على أنه محظور في كل هذه المواطن والفروع فمن خلال هذه الفروع جمعوا قاعدة تضبط هذا الأصل وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرر وأدخلوها تحت هذا الأصل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينفي الضرر والضرر ومن ذلك مثلا قاعدة أن ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلح ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأنني إذا كنت أنشد المصلحة وأريد أن أصل إلى تحصيل ما أراده الشارع من إنزال الشارع وهي حفظ المصالح وضرء المفاسد فإن ضرء المفسد هو الذي يقدم لأنه لا يجوز أن أحقق مصلحة وما زال الجسم فيه فساد لا يجوز أن أحصل الدواء أو التداوي أو ألتمس أسباب التشافي وأنا ما زلت غارقا في أسباب الإصابة بالمرض بل يجب أن أتوقع من المرض أولا ثم بعد ذلك أعالج المرض وهو جلب المصلحة أدفع المفسدة أولا ثم أجلب المصلحة التي تطرأ على هذه المفسدة ولو أن الإنسان حصل المصلحة مع وجود المفسدة لن يكون للمصلحة قيمة ولا معنى لأن المتعة التي ستجلبها المصلحة سوف تضيع مع مرارة المفسدة التي يعانيها الإنسان ولذلك إذا أراد الإنسان أن يستمتع بالمصلحة أولا يجب أن يزيل في حياته ما يزاحمها من المفاسد ولأن ضرأ المفسدة في ذاته حتى ولو لم يحصل الإنسان مصلحة في مقبلها مجرد أن يضرأ المفسدة فيه مصلحة فالإنسان إذا كان متلبثا بالمفاسد فإن هذا التلبس سوف ينغس حياته وسوف يجلب عليه الضرر وسيكون في كل تصرفاته مناقضا لمبدأ التشريع الإسلامي في دفع المفاسد ضرؤ المفسدة مقدم على جلب المصلحة ولذلك قالوا من خلال هذا الأمر إن التخلية قبل التحلية فأنا علشان أحلي المكان لابد أن أخليه من العفونات ومن الأقضار التي تعكر صفه أو تنغس شكله وبالتالي يجب علي أن أخلي أولا من المكاري ثم أحلي بعد ذلك بما يتناسب مع منشود الإنسان أو مطلوبه ويتفق في نفس الوقت مع مقصود الشريعة الإسلامية التي ما نزلت إلا لتدفع الضرر عن الناس وتضرؤ المفاسد عنهم وتحقق لهم السعادة واليسر وفي القيام بالأحكام الشرعية أو بالأعمال الشرعية وبالتالي يترتب على النظر المفسدة مقدم على جبل المصلحة أنه إذا تعرضت مفسدتان وكانت إحداهما أشد خطرا من الأخرى يبقى أنا أضرأ المفسدة الكبيرة في سبيل إننا أفعل المفسدة الصغيرة ولعل ذلك هذه القاعدة هي المدخل الذي سيفسل لنا كثيرا من المستجدات الفقهية التي نعيشها الآن والتي تأخذ بيد الفقهاء والمتحدثين في التشريع الإسلامي أن يجددوا أفكارهم وأن يجددوا أحكامهم الفقهية وفقا لما هو موجود في أيامنا هذه والتي يعم العالم فيها هذا الوباء المعروف بوباء كورونا هذه القاعدة مدخل أساسي ورئيسي في فهم كثير من الأحكام الشرعية التي يتناسب القول بها مع أيامنا هذه أو مع الوقت الذي نعيش فيه وبالتالي يبقى القاعدة الفقهية أصل تنضبط تحته أو تلتف حوله كثير من الفروع الفقهية المتشابهة في الأحكام والتي يمكن أن تصنف جميعها تحت هذا الأصل الذي يسمى القاعدة الفقهية الإمام القرافي عرف القاعدة الفقهية وذلك كما هو موجود في كتاب قواعد الفقهة الكلية رؤية عصرية مراجعة وتقديم ومشاركة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور شوقي علام مفت الجمهورية فيه عبارة منقولة عن الإمام القرافي في صفحة 13 من هذا الكتاب وهي عبارة يمكن أن تكتب بماء الذهب يقول فيها الإمام القرافي من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره يعني القاعدة الفقهية بتوحد الأحكام الفقهية التي ربما يراها البعض متناقضة عنده فهي توحد هذه الأحكام وتضيء الطريق أمام الفقيه حتى تنضبط الأحكام في نظره ولا تتعارض وربما يكون هذا التساوي وهذا الاتفاق يراه غيره مختلفا لأنه ليس عنده البصلة أو الضابط أو الأصل الذي يمكن أن تلتف حوله هذه القواعد والتي يمكن أن تنضبط والتي يمكن أن تضبط له الأحكام الفقهية أو الفروع الفقهية التي يقولها يقول واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب وأجاب الشاسع البعيد وتقارب يعني الشاسع البعيد الفرع البعيد عن القاعدة الفقهية بيتقارب أو بيبقى واضح على ضوء هذه القاعدة ويتقارب مع غيره من الفروع التي تشتبه معه أو تتحد معه في الحق وحصل تلبطه في أقرب الأزماء يعني يستطيع من خلال القاعدة الفقهية أن يصل إلى مطلوبه أو إلى ما ينشده من معرفة الحكم الشرعي الصحيح في النازلة أو في الواقعة التي يريد أن يبين حكمها وأن يفتي فيها في أقرب وقت دون أن يتعب نفسه ودون أن يكل من التعب في بطون الكتب وفي فروع العلوم المختلفة يستطيع من خلال الضابط الفقهي أن يضبط الحكم الذي يريد أن يفتي به أو أن يقول به أو أن يدعو الناس من خلاله بل إن الإنسان كثيرا ما يسمع فروعا فقهية أو فتاوى إذا ما أراد أن يخرجها على القواعد الفقهية فإنه يجد أن هذه القاعدة ليست منضبطة فهي تساعد الفقهي على أن يضبط الحكم الفقهي ضبطا صحيحا كما تساعده على معرفة الأحكام الفقهية التي تتعد عن هذه القاعدة أو التي تتفق مع هذه القاعدة ويعلم أنها قاعدة مش مبنية على أصل صحيح يبقى بتفرز الأحكام الضعيفة وتبين الأحكام القوية ومعيار القوة والضعف هنا هو الالتفاف حول القاعدة الفقهية أو البعد عن هذه القاعدة الفقهية يقول وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من البياء يعني الإنسان لم يلاقي الفرع الفقهي منضبط مع أصل بيهديه وبيرشده إلى الطريق المستقيم يبقى الإنسان سعيد ومستريح ويعلم أنه قد اهتدى إلى أساس يرشده إلى الحق ويدله على الطريق المستقيم يعني إذا أردنا أن نشبه هذا الأمر بواقع مادي هي تشبه المنارات في الطريق في البحر عندما تسير السفينة في عبواب الماء ويخشى أن تصطدم بأمر يصيبها أو يعطل إبحارها بتجد هذه القواعد أو هذه الأدلة المضيئة لترشد الربان إلى الطريق الذي يجب أن يسير فيه فإذا استقام أمره بين هذه الأدلة ووجد أن سيره متفق مع هذه الأدلة بيبقى ذا دليل على أنه ماشي في الطريق السليم إنما إذا استضم بهذه القواعد أو خرج عن إطارها فإن مصاره يكون على خطر عظيم وربما لا يستفيع أن يصل إلى المرفأ الآمن الذي ينشده وبالتالي هي أدلة كاشفة ومضيئة ومبينة للفقيه ليسير في الطريق الصحيح الذي ينشده وهو يبين الأحكام الفقية سواء كان ذلك الفقيه يعمل في مجال الدعوة الإسلامية كالأئمة والعلماء في وزارة الأوقاف وفي الوعظ وغيرهم من الذين يبلغون بسالات الله ويخشونه والذين يعرفون الناس بأحكام الله عز وجل ويدعونهم إلى الصلاة المستقيم أو سواء كان ذلك من طلاب العلم الذين يبحثون في الموضوعات المختلفة ويريدون أن يصلوا إلى معرفة الحكم الشرعي الصحيح فيما يبحثونه من الموضوعات أو فيما يريدون تحريره من المسائل فعبارة الإمام القرافي بتعتبر من القواعد الذهبية التي يتعين أن تنضبث حولها الدراسة وهي تبين باختصار أن القاعدة الفقهية هي المرشد هي الدليل هي الأساس هي النور الذي يضيء الفقه في معرفة الأحكام الفقهية أو الفرع الفقهي الذي يريد أن يفتي به فيلحق هذا الفرع الفقهي بالقاعدة الفقهية الموجودة أمامه وبالتالي يعرف إذا وافق أنه إذا وافق الفرع الفقهية يكون تخريجه له تخريجا صحيحا وإذا خالف القاعدة الفقهية يكون التخريج ليس ضعيف أو ليس مستقيم مع طرق الاستنباط الصحية فهي الأساس في التطبيق العملي لدى الفقه كما يقول الكتاب وأنا أستطيع أن أقول من خلال دراسة هذه القواعد أن القواعد الفقهية هي الأدلة التي تجتمع حولها الفروع الفقهية أو هي الأصلة الذي تجتمع حوله الفروع الفقهية بحيث تكون هذه الفروع الفقهية منتسبة إلى هذه القاعدة كالأبناء الذين ينتسبون إلى الأب فهم يكونون أسرة ثقهية واحدة كما تتكون الأسرة من الأب والأبناء فالأبناء هم الفروع الذين يتفرعون عن الأصل هو الأب وبالتالي بيعتبر الأصل الأب هو الأصل الجامع لهؤلاء الأبناء فإذا ما أردت أن تعرف أي واحد منهم تقول هو فلان ابن فلاء فالفرع الفقهي ذا يعتبر ابن هذه القاعدة أو متفرع من هذه القاعدة أو مولود ومتولد من هذه القاعدة فهي الأصل الذي يجمع هذه القواعد ولذلك كان الإلمام بها عامل من أهم العوامل التي تساعد الإنسان على استنباط الحكم الفقهي الصحيح ومعرفة كيف مقدار هذا الحكم ومدى ما هو عليه من صحة أو عدم صحة القواعد الفقهية كثيرة جدا جدا في الفقه الإسلامي وهي كثيرة بكثرة عدد الفروع الفقهية الموجودة وكما نعلم فإن الفروع الفقهية لا تثناها الأحكام الفقهية لا تثناها لا يمكن أن تثناها الأحكام الفقهية لأن الأحكام الفقهية موجودة في كل لحظة وفي كل وقت والتشريع الإسلامي نزل لليبين أن الناس جميع الأوصاف الشرعية لكل فعل يفعلونه ولكل حركة يتحركون فيها ما من حركة وما من حكم إلا وله في دين الله حكم وله في شريعة الله وصف وبياء ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الإنسان مهما كان عمله قليلا أو مقدار الظرة فإنه إما أن يكون خيرا له أو شرا عليه وكون إنه يبقى خير له يعني معنى ذلك أنه مستقيم وفق منهج الله عز وجل أو كما يريد الله تبارك وتعالى وإن كان شرا له فمعنى ذلك أنه خارج عن الصلاة المستقيم وعن طريق الله عز وجل وبالتالي يبقى الشريعة الإسلامية قادرة على أن تبين الأوصاف الفقهية لكل أمر من الأمور التي تحدث للإنسان بل مش للإنسان فقط لكل إنسان في هذه الحياة فالإنسان في كل حركة يتحركها مع تعدد البشر ومع تحدد بني الإنسان كل حركة يفعلها الإنسان هي موصوفة في شرع الله عز وجل إما حلل وإما حراء كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير نرى ومن يعمل مثقال ذرة شرن وقما قال عز من قائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار هذه الآية الكريمة أو هذا القول الكريم تكلم عن آيات الله الكونية وتكلم عن آيات الله المتلوة ومعنى الآية بإجمال أن الآيات المتلوة بتحكم كل حركات الإنسان وساكناته سواء كان ذلك في حال قيامه أو في حال قعوده أو في حال نيمه وأحوال الإنسان لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة فإذا كان الإنسان مطالباً بأن يذكر الله عز وجل في كل أحواله وفي كل حركاته وسكناته فإن حركات الإنسان وسكناته لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة أو عن هذه الأحوال الثلاثة ومعنى ذلك أن كل حال من الأحوال التي يكون عليها الإنسان لا بد أن يكون لها في دين الله حكم وفي شريعة الله وصف كذلك أيضاً بتتكلم الآيات عن آيات الله الكونية ليست الآيات المتلوة التي تضبط السلوك فقط في كل أحوال الإنسان وفي كل حركاته وسكناته ولكنها تتكلم عن الآيات الكونية فبعد أن تكلمت عن الآيات المتلوة في أفعال الإنسان قالت الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خرقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار فكأن خلق السماوات والأرض فيه من الآيات البينات ما يدل على وجود الله تبارك وتعالى وإذا آمن الإنسان بأن هناك رباً أبدع هذا الصنع وأتقنه فإنه لا بد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى لأن الدليل على وجود الله لا بد أن يكون من خلق الله أو من كونه فالدليل على وجود الله عقلي من خلال النظر في الآيات الكونية وفي أمور الكون وتضبرها وإذا ما تضبر الإنسان خلق الله وآمن به يكون من السهل عليه بعد ذلك أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى في قوله إذ فيما يأمر به من الفعل أو ما ينهى عنه من الطرك المتعلق بجميع أحوال الإنسان التي تحدثت عنها الآية الكريمة قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب أنا والشريعة الإسلامية كما هو معروف هي خاتمة الشرائع السماوية ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لن يأتي بعدها بدين أو بتشريع يبين للناس الحلال والحرام كما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد خطم الله به الرسالة والنبوة وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وليس بعده نبي ومن ثم فإنه من الضروري أن تكون الشريعة التي جاء بها هذا النبي العظيم لابد أن تكون هذه الشريعة فيها من القدرة على وصف الأفعال التي تحدث من كل عبد ومن كل مكلف بما يبين مطلوب الله من الإنسان في هذه الأفعال حلال حرام افعل ولا تفعل وبالتالي فمن الواجب على الإنسان أن يتحرى حكم الله تبارك وتعالى بطريق صحيح وأن يهتذي بالعلامات الدل على هذا الأمر ومن هذه العلامات الأصول الفقهية أو القواعد الفقهية التي تضبط الفروع المتعلقة بهذه الأموم وإذا كانت النصص متناهية والسلوك غير متناهي يبقى لا بد من القياس ولا بد من الاجتهاد ولا بد من بيان الحكم الشرعي فيما لم يرد فيه نص خاص ولا مدخل للصواب في هذا الأمر أو للوصول إلى الحق في هذا الأمر أو للإجابة الصحيحة في هذا الأمر إلا أن يلحق الإنسان أمرا لم يرد فيه نص على أمر قد ورد فيه نص من خلال القاعدة أو من خلال اتحاد على الأصد أو القاعدة أو الضابط الفقهي الذي يضبط هذه الأموم فالقواعد الفقهية لعلم على درجة كبيرة من الأهمية وأعتقد أنه لا يستطيع وأحد من الناس أن يصل إلى معرفة الحكم الشرعي الذي تطمئن إليه النفس والذي يثق الإنسان ويرتاح قلبه أن هذا الحكم مطابق لحكم الله عز وجل أو متفق مع ما يريد الله تبارك وتعالى إلا إذا كان الفرع الذي يقوله في أمر لم يرد فيه نص متفق مع قاعدة كلية أو مع أصل من الأصول الفقهية التي تضبط هذا الفرع وتدل على أنه منسجم مع ما يشبهه أو متوافق مع الفروع الفقهية التي تتفق معه أو التي تنبع من هذا الأصل أو من هذه القاعدة الكلية ولذلك القواعد الفقهية تعددت بتعدد الأنشطة الفقهية بحيث أن ما هو منصوص عليه في كتب الفقه الآن يمكن أن يكون صالحاً لإستيعاب المستجدات الفقهية التي تحدث في قابل الأيام بحيث أن النصوص الموجودة في بطون الكتب وفيما قاله الفقهاء وفيما نتضارسه من العلم تستطيع هذه القواعد الموجودة الآن أن تستوعب المستجدات وأن تعطي لها الوصف الشرعي الصحيح الذي يبين حكمها والذي يدل على حضور التشريع الإسلامي فيها ولذلك نستطيع أن نضيف إلى أهمية القواعد الفقهية أنها هي التي تظهر جانباً من جوانب الإشراق في التشريع الإسلامي وأنه صالح لكل زمان ومكان وأن الأنشطة الإنسانية التي لم تحضر نزول التشريع ولم تعاصر أقوال الفقهاء الأولين يمكن أن تخضع لأقوالهم من خلال القواعد الفقهية ويمكن أن تندرج تحت الأحكام التي قالوها إما بالقياس وإما بالتخريج على الأصول أو الموافقة للقواعد الفقهية التي تضبط الحديث مع القديم أو المستجد مع السابق وبالتالي تنسجم الشريع الإسلامية ويكون للفقه الإسلامي حضور في كل وقت وفي كل زمان ومكان إلى أن يدف الله الأرض ومن عليها ولذلك أستطيع أن أقول إن القواعد الفقهية وسيلة من الوسائل التي تدل على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وذلك أصل من الأصول التي تتسم بها الشريعة الإسلامية فهي أبدية صالحة لكل زمان ومكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم به النبيون فلا نبي بعده وأنه لا دين بعد الإسلام وأن إذا كان الإسلام صالح لكل زمان ومكان فإن كل ما يحدث في أي زمان وفي كل مكان لابد أن يكون متفقا مع هذا الدين الحنيف ومنسجما معه ومع المبادئ التي يقوم عليها هذا الدين ومع قواعد الفقه الكلية التي هي الأدوات التي تفسر مقصود الشريعة الإسلامية وتفسر المرامي التي ترمي إليها هذه الشريعة من ناحية تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم وبيان ما في شريعة الله من يسر وسماحة وحفظ على مصالح الإنسان واحترام لأنفس الناس ودمائهم وأعراضهم وأموالهم وكفة القيم التي نزلت من أجلها الشريعة الإسلامية هذه مقدمة ضرورية للقواعد الفقهية وأستطيع أن أقول إن المجال الرحيم الذي يستوعب الأحكام الفقهية على امتداد الزمان سواء ما كان موجوداً وقت الفقهاء أو في وقتنا وسواء ما سيوجد من الوقاع الفقهية التي تقتضي بياناً للحكم الشرعي الصحيح فيها هذه الأحكام الفقهية بتحظى بأصول أو قواعد يمكن أن تتخرج عليها وإذا لم يوجد أصل يمكن أن يندلش تحته الفرع الفقهي المستجد فإننا نستطيع أن نستخرج ضابطاً نحن نستطيع أن نستخرج ضابطاً يمكن أن يندلش تحته هذا الفرع الفقهي ولذلك أنا حرست أن تكون هذه المحاضرة مستجدات القواعد الفقهية في ضوء كورونا أو في ضوء جائحة كورونا جائحة كورونا ذي جائحة مستجدة من الجوائح التي عمت الدنيا وطمت وأصبحت مقلقة للدنيا كلها ومؤثرة وأصبحت تمفسل خطراً كبيراً على الإنسانية كلها على بني الإنسان في هذا الزمان وفي كل مكان طبعاً الشريعة الإسلامية من مقاصدها أن تحفظ حياة الناس وحفظ الحياة في الشريعة الإسلامية من المصالح أو من المقاصد الأساسية التي تقدم على ما سوى بل تقدم على الدين نفسه ونلاحظ هنا أمر أود أن ننبه ليه أن علماء الأصول حينما رتبوا المصالح الشرعية التي نزلت من الله الشريعة الإسلامية رتبوها كالتالي في القديم قالوا إن أول مصلحة من المصالح أولا رتبوا المصالح بحسب الأهمية تعتعث إلى ضرورات وحاجيات وتحسينيات الضرورات هي الأمور التي لا تستقيم الحياة إلا بدونها الحاجيات هي الأمور التي تبحث في أمور الترخيص والتيسير والتخفيف على المرضى وذوي الأعزار وغيرهم ممن لا يستطيعون أن يؤدوا إلى أحكام الشرعية وفقاً لما نزث أو يقتضي أمرهم لضعفهم وللمشقة التي تعتري حياتهم أن يخفف الله عليهم في الصلوات وفي بعض العبادات وفي بعض الأحكام الفقهية أو الفروع الفقهية التي تتناسب مع يوسف الشريعة الإسلامية ومع رحبتها ومع ما اتسمت به من رفع الحرج على الناس ثم يأتي في النهاية باب التحسينيات أو مقصد التحسينيات تبع عندنا الضرورات الحاجيات التحسينيات كان هذا الترتيب هو الذي صار عليه الفقهاء والضرورات كانت تنقسم عند الفقهاء القدامى إلى خمس مصالح أساسية أو خمس مصالح كانوا بيسموها الضرورات الخمسة أو الكليات الخمس كانت هذه الضرورات الخمس أو الكليات الخمس أو المصالح الخمس بتبدأ بحفظ الدين فكانت دين يأتي أولاً كانت مرتبة هكذا يأتي حفظ الدين أولاً ثم يأتي بعد ذلك حفظ النفس ثم يأتي بعد ذلك حفظ العقل ثم يأتي بعد ذلك حفظ العرض أو النسل والعرض أو النسل في تعبيرات الفقهاء بمعنى واحد وإن كان بعض الفقهاء بيعتبر أن العرض غير النسل ويجعلها بناء على ذلك ليست خمسة وإنما يسفة إنما في واقع الأمر وفي إطار التخريج الفقه الصحيح العرض هو النسل لأن المحافظة على النسل تتعلق بالعرض والمحافظة على العرض يرتبط بالنفس وحتى لما بنقول أن إنسانا قد ثلب في عرضه فإن العرض يرتبط بمواطن التناسل من الإنسان بمواطن الشرف من الإنسان بيرتبط بمواطن التناسل من أهله ومن محارمه فما يمس عرض الإنسان في زوجته وفي ابنته وفي أمه وفي أخته بيعتبر ذلك هو العرض ويعتبره أيضا في نفس الوقت هو مواطن التناسل منه لأن العرض أول ما ينصرف ينصرف إلى موضع التناسل من الإنسان فإذا وصف هذا الموضع بأنه موضع شريف عفيف كان ذلك فيه حفظ العرض الإنسان وإذا وصف موضع التناسل فيه أو في أهله بأنه موضع خسيس أو ذنيء أو ما إلى ذلك كان ذلك مساسا بعرضه فالعرض والنسل مرتبطان ببعضهم ارتباطا لا يقبل الفصل ولذلك فإن الذي نراه أنه من معنى واحد وإن كان بعض الفقهاء قد جعلوا النسل غير العرض والعرض غير النسل وكانت المصالح عندهم بالنسبة للضرورات ست مصالح وليست خمسة إنما الصحيح أنها خمسة تبدأ بالدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال وكان المال يأتي في آخر هذه الأمور ده فيما يتعلق بالمقصد الأول وهو مقصد الضرورات وأنا في نظري والله أعلم أن هذه الأمور ليست ترتيبا توقفيا ترتيب هذه الأمور وفقا لهذه الأولويات بحيث أن مصلحة ما تأتي بعد مصلحة أو مصلحة ما تسبق مصلحة ليست مسألة توقفية وإنما هي أمر اجتهادي مرتبه الفقهاء وفقا لما رأوه من أهمية كل مصلحة في نظر الفقهة أو في نظر من يقول بهذا الترتيب ولذلك فإن هذا لا يمنع من أن يعاد النظر في هذا الترتيب وفقا لما يظهر من أولويات المصلحة التي تبدو في يوم من الأيام أو في زمن من الأزمة وقد حدث ذلك في أيامنا هذه يعني مثلا أنا أحترم احتراما كبيرا ما ذهب إليه معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة حين قال إن مصلحة الوطن تعتبر من المصالح الضرورية التي يجب أن نبدأ بها قبل أن نتكلم عن حفظ النفس وعن حفظ الدين وعن حفظ العقل وعن حفظ العرض وعن حفظ الماء وهذا نظر صحيح إلى حد كبير لأن حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ الماء لا يمكن أن يتم إلا من خلال وطن محروس محمي بأهله يمكن أن تحمى في هذه المصالح وهذه المصالح بدون وطن لا يمكن أن تقى من الذي يستفيع أن يقيم الصلاة أو أن يقيم الذكاة أو يحفظ عرضه أو أن يحفظ نسله أو أن يحفظ ما له في وطن لا حكومة فيه ولا أمن فيه ولا استقرار فيه لا يمكن أن تحمى هذه المصالح إلا إذا وجد وطن قوي وله ثغور محمية بيحمي الدين ويحمي النفوس ويحمي العقول ويحمي الأعراض ويحمي الأموال ويحمي النسل ويحمي كل شيء ولذلك هذا النظر وقد قلنا أن المسألة في البداية ليست مسألة توقيفية وإنما هي مسألة اكتهدية فتغير بتغير الزمان ولذلك فأنا أقر هذا التقسيم وأرى أنه إذا كانت المصالح فيما بضع كانت تبدأ بالدين ثم النفس ثم العقل باعتبار أن العقل هو أساس النفس والإنسان بدون عقل لا يمكن أن يكلف ولا يكون للتكليف معنا ثم العرض ثم المال فإن هذا الترتيب يمكن أن يسبقه الوطن بل يمكن أن تتقدم فيه بعض المصالح على أخرى وذلك كما يلي النظر إلى الدين كان على أساس أن الدين هو الأسمى وهذا حق الدين على الرؤوس وهو المصلحة الأولى التي فيها النص على حماية كل هذه النعم التي أنعم الله بها علينا والتي إذا احتكمنا عليها فإن كل هذه النعم هي التي تصال لكن الأيام أثبتت أن حفظ الدين من الغلو وحفظه من الأقوال التي تتلعب فيه وحفظه من التهم التي توجه إليه عبر الفضائيات وعبر ما ينشر عنه من أكاذيب أثبت الواقع أن المال له دخل كبير في حفظ الدين وأن كثيرا من الأصوات الباطلة إنما تستند في زيوع بطلانها إلى المال ولو أن المسلمين أو أن الإسلام كان يمتلك هذه القدرات المالية لا استطاع أن يفرد كلمته على الناس أو أن يدفع عن نفسه الضر الذي يطارده به هؤلاء الذين يحاربون الإسلام بأمواله فما أقدرش أقول إن المال يأتي في آخر الأمر بل إن المال هو الذي يحمي الدين وهو الذي يحمي الأخلاق وهو الذي يحمي العرض وهو الذي يحمي النفس أنا بدون المال لا أستطيع أن أقيم وطن وبدون المال لا أستطيع أن أحمي الدين وبدون المال لا أستطيع أن أحمي النفس وبدون المال لا أستطيع أن أحمي العرض بل إن فقد المال قد يؤدي بالإنسان إلى أن يبذل عرضه في سوق في البيئ يعرض عرضه للبيئ كما تعرض السلعة ولذلك أهمية المال على درجة كبيرة من الأهمية وتكون تلك الدعاوة التي تدعو إلى الزهد وأن المال شيء حقير وأنه يدعو إلى تلهية الناس وأنه لا أهمية له في الحياة وأن يجب علينا أن نزهد وأن نترك الدنيا لأهل الدنيا هذا كلام ليس له أساس صحيح من الدين بل إن المال مهم جدا في حياة المسلمين وربما تكون هذه الأهمية مختلفة من عصر إلى آخر فالمال في عصرنا هذا الذي انتشرت فيه الاتجاهات المادية وأصبح المال سلاح كبير في صياغة العقول وفي تشويه الدين وفي النشر والإزاعات واستعمال وسائل التواصل بهذه القنوات التي تملأ الفضاء غزو الأثير الذي أصبح يؤثر على عقائد الناس ويحدث بلبلة لدى الشباب من قلة القنوات التي تدفع هذا السيل العالم من الدعاوة الباطلة والشوهي الزائفة لو أن هناك مالا يستطيع أن يجابه هذه الدعاوة ويستطيع أن يجابه هذه القنوات ما كنا في هذا الوضع الذي يساء فيه الإسلام والذي يستغل فيه الإسلام استغلالا سيئا ممن باعوا ضمائرهم وأخلاقهم وأنفسهم للشيطاء في سبيل المال ليحاربوا الإسلام باسم الإسلام والإسلام منهم براء ولذلك أنا لما جاء أو أقول إن الوطن ثم تنمية المطل تكون بالدين يكون ذلك أمر له اعتباره وله تقديره والمسألة كما قلت ملاءمة فقهية يعني ترتيب المصالح ليس ترتيبا نصيا ليس ترتيبا موقوفا ليس أمرا توقيفيا وإنما هو أمر اجتهادي بحسب المصلحة وأنا أرى أن المصلحة تتغير من وقت إلى آخر اليوم أصبحنا بحاجة إلى الوطن كضرورة من الضرورات وضرورة تسبق هذه الأمور كما يرى معالي الوزير وكذلك أيضا نرى أن المال مهم جدا جدا والذين يدعون إلى الزهد وإلى الكسة وإلى التبتل وإلى الانقطاع للعبادة وترك الدنيا لغيرهم هؤلاء مخطئون ولا يفهمون الإسلام ولا يفهمون الدين فهم صحيح المال لازم ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى تدين صحيح أو إلى آخرة طيبة إلا إذا قضى دنيا يعيش فيها ويؤدي حقوق الناس من خلال المال ومن خلال العبادات البدنية والعبادات المالية وكل شيء إنما أؤدي العبادات المالية العبادات البدنية وأهمل العبادات المالية هذا خلل في الفهم وقصور في فهم المصالح الشرعية أو المصالح الكلية التي نزل من أجلها الدين يبقى عندنا الوطن عندنا أيضا المال بلوها أولوية ما ينفحش أنه يبقى في الآخر قد يكون في الآخر في وقت من الأوقات عندما يكون المال كثير ولسنا بحاجة إلى هذا المال إنما نحن في حاجة إلى تفضيل مصلحة على أخرى يبقى يتقدم المال بحسب الحاجة إليه فهي ليست قواعد ثابتة ولا تتحرك ولا يتقدم بعضها على بعض وإنما هي قواعد متحركة والذين يثبتونها في مكان يضيعون بعض مصالح الدين على حساب المصالح الأدنى وعلى حساب المصالح الأقل كذلك أيضا النفس الدين بدون مكلفين لا يمكن أن يؤدي غرضه الله تبارك وتعالى ما أنزل دينه ليخاطب الجماد أو ليخاطب الجبال أو ليخاطب الأرض وإنما ليخاطب الإنسان لأن الإنسان هو الإنسان المكلف الذي حمل الأمانة والذي حباه الله بالعقل واختصه بالتكليف والدين ما نزل إلا لتقويم سلوكه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقف من اهتدى فلنفسه ومن أساءف عليها إذن هذه الأوامر الإلهية التي تبين مواطن الاستقامة ومواطن الانحراف لا بد أن تقتضي بالضرورة أن يكون هناك إنسان موجود وإلا فإن الإنسان إذا لم يكن موجوداً يبقى لا قيمة لهذه النصوص فخطاب الله عز وجل هو توجيه الخطاب من الله طبارك وتعالى من أجل تفهيم مستمع معي يكون فاه كلام الله لما بنقول كلام الله توجيه كلام الله عز وجل أو توجيه خطاب الله تعالى توجيه خطاب الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى من يعقل الخطاب ويفهمه أدي معنى الكلام وأدي معنى الخطاب بدون الإنسان وبدون العقل الذي يفهم به عن الله عز وجل إبقى لا يمكن أن يكون لخطاب الله معناً أو قيم فوجود الإنسان هو الذي يجعل لهذا الخطاب منفق ويجعل له أهمية ووجودا لأن الله حتى قبل أن ينزل الأنبياء خلق الأرض والسماوات وخلق الإنسان ثم أرسل له الأنبياء والمرسلين وبالتالي يبقى لا بد أن يكون هناك إنسان يخاطب من الله عز وجل إذا لم يكن الإنسان موجود يبقى لا خطاب إذا كان الإنسان موجودا ولم يكن له عقل يفهم عن الله عز وجل يكون مثله كمثل الميت لأن فقد الأهلية إما أن يكون بالموت الحقيقي الذي هو العدم وإما أن يكون بفقد العقل الذي لا يستطيع الإنسان أن يفهم بدونه فالله عز وجل لا يخاطب بدونه قوما لا يعقلون أو قوما لا يفهمون وإنما يخاطب قوما يفهمون الخطاب ويعقلونه وبالتالي أنا لما جاء أقول إن وجود المكلف قبل التكليف ووجود المكلف قبل النص الذي وجوهه بعد ذلك منطق أيضا لأن هذا الترتيب أولوي ولا مانع أبدا أن يكون هذا الترتيب من الترتيب المعتمد الذي يمكن أن نسير عليه في هذه الدراسة لأن الأمر كما قلت في البداية ليس أمرا توقيفيا وإنما هو أمر اجتهادي يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر ولذلك فإن الفقهاء الذين قالوا هذا الكلام لم يقولوه على سبيل التخصيص وعلى سبيل الجزم الذي يجعله أمرا ثابتا أو واقفا أو جامدا على مدار الأيام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا وإنما هو ترتيب ملئ يمكن أن يتغير من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر بحسب الأولوية التي تطفى على المصلحة الموجودة في هذا الجانب من مقاصد الشريعة وهو جانب الضرورات أو جانب الكليات الخمس دي اللي هي الضرورة الأولى أو المصلحة الأولى اللي هي مصلحة الضرورات وكما قلنا الضرورات هي حفظ الديني وحفظ النسلي وحفظ الديني وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وما زاد عليها في الاجتهاد المعاصر من أسبقية مصلحة الوطن وما أراه والله أعلم من أن المال له وضع يتقدم في مرتبته عن الوضع الأخير وذلك لأهمية المال في حفظ مقاصد الدين وفي حفظ العرض وفي حفظ حتى الإنسان الذي يفتقد المال يمكن أن يكذب يمكن أن لا يوفي بوعده يمكن أن يخون يمكن أن يبيع ضميره ودينه من أجل المال كما نرى في هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة التي باعت الدين بالمال باسم الدين والدين منها براء وبالتالي ترتيب هذه المصالح يمكن أن يكون ترتيباً قابلاً للتغيير وقابلاً للتجديد بحسب الحاجة وبحسب الوقت وبحسب الزمان وبحسب المكان ونستكمل هذا الموضوع في المحاضرة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة